حذر الرئيس الأمريكي باراك أوباما من انسحاب متسرع من أفغانستان بعد حادث إطلاق جندي أمريكي النار على مدنيين أفغان أوباما قال في مقابلة تلفزيونية إنه من المهم تأمين انسحاب بشكل مسؤول حتى لا تضطر بلاده للعودة فيما بعد بالتأكيد إن الحادث مؤلم ومأساوي إلا أن أي انسحاب لعشرات الآلاف من الجنود يجب أن يتم بطريقة مسؤولة لدينا مئات المستشارين على الأرض في المناطق المدنية لدينا معدات عسكرية ضخمة يجب أن تسحب من أفغانستان يتوجب علينا أن نتأكد من أن الأفغان سيكونون قادرين على تأمين حدودهم لتحاشي انتشار القاعدة في الداخل بدوره أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جي كارني أن أهداف بلاده الاستراتيجية لن تتغير بعد الحادث إن أهدافنا الاستراتيجية لم ولن تتغير لا أعتقد أن هذا الحادث سيغير الجدول الزمني للستراتيجية التي أعدت لسماح بانسحاب القوات الأمريكية بحلول نهاية عام 2014 في قندهار فتح مسلحون النار على وفد حكومي يضم اثنين من أشقاء الرئيس الأفغاني حامد كرزاي وعددا من المسؤولين البارزين أتوا للتحقيق في الحادث فقتل شرطي أفغاني وأصيب آخرون أما في جلالبات كبرى مدن شرق أفغانستان فهكذا كان الحال تظاهر المئات ضد الولايات المتحدة وردد المتظاهرون الموت لأمريكا الموت لأوباما وتشهد الأوضاع في أفغانستان توطرا متزايدا بسبب الحوادث المتكررة التي تتهم القوات الأمريكية بارتكابها إلا أن الأمر ازداد اشتعالا بعد أن ترك جندي أمريكي قاعدته وهاجم ثلاثة بيوت لقرويين في إقليم قندهار وأوقع ستة عشر قتيلا معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ مهى سكر بي بي سي